السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في فيديو مرديد من دروس لغة الإنجليزية في هذا الفيديو راح نشوفو two things راح نشوفو شيئين اللي هما نشوفو how to describe the purpose of something the use of something كيفاش نعبرو كيفاش نصفو الحاجة ديك في ماذا نستعملوها في واش نستعملوها and the second thing is comparatives المقارنة المقارنة نبدو بالشيء الأبسط أولا اللي هو the use of something we have what is it for كنسقسيو نسألو على حاجة فيما نستعملوها par example عدنا ألا نسألك أنا في ماذا تستعمل نقول لك what is it for or what is it what is it used for what is it used for when we describe the purpose or the use the use يعني استعمال تع شيء when we describe the purpose or the use of something شيء we use عنا three ways عنا ثلاثة طرق كيفاش how to describe the purpose of something or the use of something it's used for plus verb plus ing هذي الفورمة لولا عنا it's used for plus verb plus ing الverb نزيدلو ing عنا example it's used for cutting wood راهي تستعمل لقطع الخشب it's used for cutting wood راكم تشوفوها it's used for cutting راهي زلنا الverb is to cut الverb هو to cut زلناه ing and it is used for cutting wood عنا the form the second formula or the second form it's used to plus verb in the infinitive كيف استعملوا it's used to نديروا معها verb in the infinitive على عكس it's used for كيف نديروا it's used for يجيه verb plus ing بصح used to verb in the infinitive من بعدها عنا example نفس الexample هذا it's used to حذاري to cut wood يعني verb in the infinitive الverb هو قوله دائما to cut ونحيوله to is it's used to cut wood تستعمل لقاطع الخشب or simply نستعملوا this is the third formula it's for it's for plus verb plus ing سماك شغول نحيو من هذا الفورم لولا نحيو used ونخليه غير for donk it's for cutting wood verb plus ing it's for cutting wood وكي يقول لك نستعملوا what is it for and what is it used for ما نستعملوش what is it used to انو فاذيك راح تتخلط مع used to واحد دخرا donk ما تستعملوش used to نستعملوا what is it used for and what is it for هذي في الكستيون في الكوستيون بالصح في الفورميولا كي describe when we describe the purpose or the use of something we use قلنا it's used for plus verb plus ing it's used to plus verb in the infinitive without to or it's for plus verb plus ing which we use المقارنة المقارنة بطبيعة الحال تحتاج مقارنة علينا شيئين نقارنوا با شيئين أو شخصين نقارنوا با با الصفا المشتركة بين هذ الشيئين باش نقارنوا بها بيناتهم for example الحجم الطول العرض الى اخره الجمال الى اخره لازمنا صفة مشتركة بين شيئين باش نستعملها في المقارنة also in the comparatives as we know كما نعرف عدنا three عدنا three comparatives عدنا comparative of equality يعني المساوات يعني هذوك الشيئين متساويين في الصيفة هذيك عندهم نفس الصيفة متساويين فيها عدنا comparative of superiority كينا حاجة حاجة تفوت هذيك الحاجة في الصيفة حاجة تفوت حاجة اخرى في الصيفة وعندنا inferiority حاجة قل من حاجة في الصيفة المشتركة حاجة قل من حاجة في الصيفة المشتركة رح نشوفوهم بالتفصيل زيدون نفهمو دونك عدنا ال first one اللولا عدنا equality comparative of equality equality معناها المساوات المساوات equality is المساوات دونك حاجة هذي رح تساوي الحاجة هذي في الصيفة هذيك المشتركة بينهم عدنا two examples عدنا my house is as big as your house منزل تاعي رح نقارن بين منزل تاعي والمنزل تاعك بين my house and your house الصيفة المشتركة the adjective is big يعني راني نقارن بين نقارنوا بين الحجم عنا الحجم هنا يكبير big معناها كبير دونك my house منزل تاعي is as big as your house as big as yours or as your house يعني المنزل تاعي راهو كبير كما المنزل تاعك عندو نفس الحجم تاع المنزل تاعك سما مكانش وحد تفيت لأخر دونك is as شوفوا ش استعملنا as big as دونك we have as big وش قلنا هي adjective plus another as as big as عنا example number two this dress is as expensive as the other one this dress is as expensive as the other one راني نقارن بين هاذا الفستان والفستان الأخر بصح رانا في comparative of equality يعني مساوات ورانا نشوفوا expensive expensive معناها غالي يعني هاذا الفستان as expensive as the other one راهو غالي كما الفستان الأخر مكانش واحد زيد عليه ولا ناقص على الأخر دونك this dress هاذا الفستان راهو as expensive as the other one راهو عندو نفس السومة نفس السعر والله راهو غالي كما الفستان الأخر دونك نفس الشي تعملنا as plus adjective plus as دونك وش نورا difference between the first the first sentence and the second one we have the adjective حنا وش يهمنا في المقارنة في المقارنة يهمنا adjective تهمنا الصفة دونك نشوفوا الصفة الليولة adjective number one عنا big and the second one is expensive عنا the first one is a short adjective راهي adjective قصيرة and the second one is the long adjective adjective طويلة short adjective فيها one syllable عنا فيها صوت واحد عدنا big راهنا نصبعوا في صوت واحد يعني صوت واحد تاع الفاول صوت واحد تاع الإ big big but in the second adjective adjective الثانية we have expensive راهنا expensive these are three syllables دونك هذي راهي long adjective and this is a short adjective بس لحوش نلاحظوا في الإيكواليتي في الإيكواليتي في المساوات المقارنة المساوات متهمناش long adjective ولا short adjective نحطو direct as plus the adjective plus as long adjective ولا short adjective plus as دونك as plus the adjective plus as هذي في الإيكواليتي في الإيكواليتي قلنا دونك متهمناش short ولا long adjective متهمناش بصح في السيبروريتي تهمنا عنا the second one سيبروريتي دونك نشوفو في السيبروريتي we have two cases عنا حالتين تاع short adjective and the long adjective دونك نبدو ب short adjectives are the adjectives of one syllable هما الاجكتف اللي عندهم one syllable صوت واحد حنا السيلابو سنحكموا عليهم بعد نديروا الدرس تاعهم بإن الله دونك نحكم عليهم على الحساب صوت الفاول عنا for example عنا big ران نسمع وغير في صوت اللي عنا عنا نسمع وغير في صوت اللو عنا tall عنا نسمع وغير في صوت اللو دونك these are short adjectives عندهم one syllable في short adjectives عنا example عنا is taller than you عنا is taller than you دونك في هذي رانا superiority دونك راهي عنا راهي طويلة عليك طل تح راهو كثر منك دونك عنا is taller than you we have the adjective الاصلية هي tall is a short adjective رانا نشوفو في one syllable دونك وش زدنا لها عنا هذي هي الاصلية نشوفو بليز زدنا لها er زدنا لها er plus than er وزدنا بعدها than you راهي أطول منك دونك في short adjective نزيد er للأجكتف plus than plus than also عنا معا دخلة معا short adjectives والله دخلة في هاذ الرول في هاذ الفورميولا في هاذ الفورم عنا adjectives ending in y and w الاجكتف اللي خلصوا بال y و بال y y w your clothes are lovelier than mine القشتاع كما نقول الطف أجمل من القشتاع من لباس your clothes are lovelier than mine we have the adjective الاصلية هي lovely lovelier لانا نلاحظ باللي تخلص بال y y donc نزيد لها er وتلاحظ باللي حولنا y y حولنا الى e donc lovelier than mine donc في الاجكتف اللي خلصوا بال y و w ما يهموناش إذا كانوا long adjectives ما يهموناش إذا كانوا adjectives طوال نزيد لهم er و نزيد لهم than داخلين مع القاعدة short adjectives هذو adjectives يخلصوا بال y ويخلصوا بال w خلصوا بال y ويخلصوا بال w داخلين مع هذا الفورميولة adjective plus er plus than plus than we have the second case الحالة الثانية تاع comparative of superiority تاع المقارنة تاع حاجة زيد على حاجة على حاجة دونك long adjectives are the adjectives of two or more syllables عندهم زوج أو أكثر syllables كيما هنا يشفنا expensive expensive عندها three syllables دونك we have an example this dress is more expensive than the other one عفوا the other one دونك عنا نفس هذا المثال هنا يراه comparative of superiority راه مقارنة تاع حاجة زيدة على حاجة في الصفة هذيك this dress هذا الفستان is راه more expensive than the other one راه غالي كثر من الفستان الأخر دونك وش استعملنا رانا نشوف more plus this is a long adjective كنا plus then more plus long adjective plus then this is with long adjectives دونك we have the rule تاحة القاعدة تاحة هي more plus adjective plus then this is the long adjective كنا superiority عندها فيها two cases عنا short adjectives and long adjectives short adjectives هذه القاعدة تاحهم لا adjectives زيدو ل er ونزيدو لها than بصح قلنا رهي تطبق هذه القاعدة أيضا على adjectives الصفات اللي خلصوا بال y و w و وعنا long adjectives نزيدو more than more adjective plus than we have now the inferiority الأقلية المقارنة تاحشيء قل من شيء في صفة we have example number one and example number two this dress is less expensive than the other one less أقل تكلفة expensive than the other one رهو أقل تكلفة من الفستان الآخر it is less hot in here than in الصحرة رهي أقل حرارة هنا من الصحرة دونك رانا نلاحظ هنا expensive قلنا رهي long adjective وش درنال less plus long adjective plus than this is hot hot رانا نسمع قف في صوت الأو دونك عند one syllable عند syllable واحد فقط دونك هذي رهي short adjective ورغم هذا زدنا لها less hot than in الصحرة دونك رون تع inferiority less plus adjective متهمنش الاجكتيف طويلة ولا قصيرة short or long plus than less plus the adjective plus than دونك عنا two things عنا في equality and inferiority متهمناش الاجكتيف إذا طويلة ولا قصيرة متهمناش short or long adjective عنا ديركت القاعدة تعنا نحفظوها نطبقوها as plus adjective plus as في equality and less plus adjective plus than في inferiority and superiority نشفو بلي عنا two cases عنا حالتين عنا short adjectives and long adjectives كل وحدة عدنا القاعدة التاحة نحفظوها ونطبقوها عنا these are some notes فيما يخص the comparative of superiority اللي كنا نحفظو عليهم عنا with short adjectives مع adjectives القاسرة in adjectives with one syllable and then with a vowel plus consonant يعني adjectives اللي خلصو ب vowel اللي هو e a o الى اخره هذو رهم vowels plus consonant زائد حرف we double the consonant we double the consonant we have هنا هذا هو vowel and this is the consonant this is the vowel and this is the consonant donk كين لقاو adjectives يخلصو هكا ندوب ليو ال consonant ندوب ليو هذا الحرف عنا bigger عنا زدنا j وحد اخر و r hotter زدنا t وحد اخر و r عنا كما adjectives طول راه درجين تخلص بدبل l راه two consonants مكانش vowel أو consonant donk راه two consonants دزدنا لها direct l er we add even if they have more than one syllable هدي هدرنا عليها قلنا نزيدوا er للأجكتيفز ليخلصوا بدبل و and y حتى ولو كان even if they have more than one syllable حتى ولو كان كانوا long adjectives يعني عندهم كثر من سيلابل عنا example pretty lovely we have low this is هاي تخلص بد w this is تخلص هذي تخلص بال y وهذي تخلص بال y we have the third note عنا النوت الثالثة ملاحظة الثالثة in adjectives ending with y we transform y into e اخي قلنا هذو يخلص بال y نحاول ال y إلى e love prettier lovelier نحاول ال y إلى e عنا الملاحظة الرابعة with adjectives ending with l e عنا l e we can use them both نقدر نستعمل القاعدة long adjectives عدنا more plus adjectives plus then ولا نقدر نزيد لأ r then don't we have gentle gentler more gentle يعني الثالثة يخلص بال l e نقدر نستطبق عليهم القاعدتين في زوج long adjectives and short adjectives نذكركم باللي هذا رح في comparative of superiority في ه هي في تاع superiority هي اللي عندنا في long adjectives و short adjectives قلنا في equality and inferiority ما تهمنش الاججكتيف إذا كانت طويلة ولا قصيرة عدنا قاعدة نحفظوها نطبقوها هذا هو كل شيء بالنسبة لي الدرس اليوم نتمنى إن شاء الله تكونوا فهمتوني ونقولكم تلاقوا في فيديو آخر بإذن الله إلى اللقاء